الستوديو ده اكبر استوديو تلفزيون موجود تقريبا في مصر على حد علمي واكبر استوديو انا اشتغلت فيه بصراحة وده استوديو تاريخي نقول الكلام ده ليه معرفش بس ده حاجة جات على بيه ليه بقولها دك هقولك بصراحة نقول كده ليه انا النهاردة عندي حالة متنامية جدا من التفاؤل باللي بيحصل في مصر في حاجات كتير جدا بتحصل في مصر البعض منها نستطيع الشعور بيه وان احنا نلمسه على اختلاف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية وعلى اختلاف حجم المدخولات المالية بتاعتنا وفي حاجات انا فاهم انه في ناس كتير يجي تقولك يا جماعة ما انا مش حاسس بالحتة اللي انتوا بتتكلموا فيها دي عني مش عارف ايه كلام من ده طيب انا بقولك ما تخافش حضرتك هتقرأ اخبار كتير وهتشوف برامج كتير ما بتقولش غلط ولا حاجة بتقول ايوا جماعة فيه تضخم على مستوى العالم وخلي بالكو ومصر في النهاية اقتصاد صاعد وجيد واجابي وكل حاجة بس بطبيعة الحال من الوارد جدا ان يتأثر انا بقولك اه هيتأثر بس هيتعافى وبسرعة لو بتصدقني هتشوف نعلق ارهانات ولا نعمل ايه بس كمان هقولك انت تبدأ ازاي تقعد تشوف الامور بتتحرر بشكل ايجابي انا راجل زي ما بقولكو انا عندي 47 سنة قلتها 5000 مليون مر وسعيد بهذا الموضوع بالمناسبة هو انا في المدرسة كنت وانا في المدرسة عندي مثلا في ابتدائي ولا اعدادي كنت فاهم يعني ايه برصة او عارف يعني ايه برصة اخري كنت متفرج مثلا اسمع كلمة برصة دي في الافلام لبيض واسود يقول له برصة القطن طلعت يا سعد تلباشة يقول له احنا هنبيع انطار القطن على 50 ريال حاجات كده يعني ده اخرنا اخد بالك يعني عارف يعني ايه انه يبقى فيه عندك سلسلة وموسوعة تعليمية تعلم الناشق الصغير الاطفال يعني ايه برصة واتفاهمك طيب عام يوسف ده خبر ايه جايبه من النرويج ولا فنلندا ولا هولندا ولا السويد لا والله ده انا جايبه من مصر اربع وزراء النهاردة كانوا بيفتتحوا جلسة تداول البرصة ليه بقاه بمناسبة اطلاق اول سلسلة تعليمية عن البرصة للاطفال وابنائنا اصدقائنا بالتسمية بتاعتنا والمصطلح اللي تم سكه في مصر القادرين باختلاف